كم طبخة عندكم اخترقت و كم طبخة عندكم اخترقت كيف يتميزون بين ورق الزبدة و ورق الواكس ورق الواكس هو الورق الشمعي يعني الذي لا يدخل الفرن ولا يدخل الماكرويف ولا يلامس النار فالطبخة عندكم تخترب اما ورق الزبدة هو ورق الباكينج وهو ورق الخبز هذا الفرق بينهم واذا كان عندكم ومثلا وما في كرتون واذا كانت عندكم واذا كانت عندكم كيف تفعل كيف تفعلون سأعلمكم طريقتين تعرفون فيها ورق الزبدة من ورق الشمع الطريقة الاولى ورق الزبدة الذي يدخل الفرن لا يوجد لمعه سيكون من الجهتين خشن لا يدخل طبعا أي لمعه فيه ورق الزبدة الذي يدخل الفرن لا يوجد لمعه ورق الشمعي الثاني الورق الشمعي الذي تستخدمونه للتغليف او لتشوكرة او لأي شيء بارد لازم تكون في الجهتين هناك لمعه لمعه وهذا ما يدخل الفرن هذه الطريقة الاولى المقارنة الثانية ورق الزبدة الذي يدخل الفرن السوائل لا تتشرب تنعزل لا تتشرب اما ورق الشمعي السائل يتشرب والزيت يتشرب شوفوا فرق راح يفرش شوفوا ويتشرب معي شوفوني شلون الورقة تشربت شوفوها راح تتشرب معاكم شوفوها هذا ورق الشمعي اللي ما يدخل الفرن يتشرب بالسوائل شوفوا شوفوا اه لكن ورق الزبدة شوفوا ما يتشرب شوفوا الزيت ما يتشرب هذه المقارنة الثانية شوفوا ما يتشرب لكن اني شوفوا تشرب الورقة الصار فيها واني الصار بالورقة شوفوا شدي انا عندي الحنواء المكتوب عليهم من خلال التجربة اقدر اميز اذا هو واكس او بيكينج الواكس يختلف عن البيكينج واكس يعني شمعي الزبدة يعني ورق الخبز وورق البيكينج فاني اكتشف من خلال اللي هو التجارب اللي اسويها على الاوراق اللي اشتريها راح تسهن علي املية دخول الفرن موسيقى موسيقى